نبني طرقا ومنازل بطريقة أسرع نريد استثمارات أكثر ووظائف كبيرة وعظيمة في كل مدن بلادنا العظيمة علينا أن نقلل الأعباء على العائلات ونساعد الناس على العيش أنا أعلم بأن لدينا ما يمكننا من وجهة هذه التحديات بكل تأكيد أن يكون الأمر سهلا ولكن يمكن أن نقوم بهذا الأمر سنحول بريطانيا إلى دولة يتطلع إليها بوظائف جيدة وبطرق أو بشوارع آمنة وحيث الجميع لديهم الفرص التي يستحقونها سأتحرك اليوم وأتحرك يوميا ليتحقق هذا الأمر وباتحادنا مع حلفائنا سنقف من أجل الديمقراطية والحرية حول العالم مدركين بأننا لا يمكن أن يكون لنا الأمن في بلادنا من دون أن يكون الأمن في الخارج وكرئيسة وزراء فإنني سأضع ثلاثة أولويات الأولوية الأولى هي أن أجعل بريطانيا فعالة مرة أخرى ولدي خطة لتنمية الاقتصاد من خلال استخطاع الضرائب والإصلاحات وسأستقطع الضرائب لأولئك الذين يعملون وأيضا أنمي التجارة والاستثمارات وأيضا سأقود إصلاحات في مهمة لجعل المملكة المتحدة تعمل وتبني وتنمو سيكون هناك أيضا ناس على الأرض وحتى لا يتحمل الناس تكلفة كبيرة في مجال الطاقة ونبني المستشفيات والمدارس والطرق السريعة وثانيا سأتعامل مع أزمة الطاقة التي أحدثتها حرب بوتين وسأتخذ خطوات هذا الأسبوع للتعامل مع فواتير الطاقة ولأؤمن إمداداتنا من الطاقة وثالثا سأضمن بأن الشعب يمكن أن يذهب إلى أو يحصل على الرعاية الصحية وسنضع الأولوية الصحية بكل تأكيد في مقدمة أولياتنا إذن بالتركيز على الاقتصاد والطاقة والصحة فإننا سننجح كأمة لا ينبغي طبعا أن تخيفنا هذه التحديات التي تواجهنا والعاصفة قد تبدو قوية ولكن الشعب البريطاني أقوى دولتنا بنيت من قبل ناس حققوا أمورا ولدينا احتياطي كبير من المواهب والطاقة والإصرار وأنا واثقة بأننا معا يمكن أن نتجاوز العاصفة ونعيد بناء اقتصادنا ويمكن أن نصبح البريطانيا المعاصرة الرائعة التي نريدها أن تكون هذه هي مهمتنا الحيوية لنضمن الفرص والازدهار لكل الناس وللأجيال المقبلة أنا عازمة على تحقيق هذا شكرا